أخي المشاهد من دواعي سروري أن أتكلم عن نعمة الله غير المحدودة إلك أنت شخصياً شو كان وضعك وبأي مقام أو علم كانت هذه الكلمة لألك بتمنى عليك بمحبة المسيح بأحشاء المسيح أنك تصغي تماماً إلى الشيء اللي بدي أقول لك الرب حبك جداً جداً أكتر ما بتتصور بتقول لي قديش بقلك هكذا أحب الله العالم يعني بهذا المقدار بهذه الكيفية بهذه الطريقة صلب عنك يسوع ومات وقال إلهي لماذا تركتني لكي لا تترك أنت في جحيم أبدي فبدون الولاد الجديد والزرع الإلهي يلي قاله الأسيس نزار ما في دخول للسماء من أي طائفة كنت من أي دين من أي ثقافة من أي مؤسسة من أي جمعية ولو اجتمع رجال الدين كله ما بيغفروا لك خطية وحدة لكن يلي بيغفر لك الرب يسوع المسيح لأن بيقول بدمه بدمه غفران الخطايا أي بذبيحته لأنه بذبيحة واحدة أكمل المقدسين إلى الأبد فأنت بدك الولاد الجديد كيف بتتم أنت وبمكانك قل له يا رب يسوع أنا بيجي لعندك بخطيائي وأثامي أرجوك يا رب تعطيني نعمة الولاد الجديد ليك هو مش بدي يجي لعندك هو ناترك لتقولها الكلمة بس تقول له يا يسوع خلصني عطيني الولاد الجديد عمدني بالروح القدس تصبح ابن للرب يسوع المسيح من له الابن له الحياة أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان يعني حق شرعي أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون بإسمه يا ليتك تلبني ديء المسيح ومحبة المسيح وغفران المسيح في ديء المسيح لأجلك أصرخ له من الآن أنه يا مخلص خلصني وبدو يخلصك وبقل لك مبروك عليك والرب يبارك اشتركوا في القناة